تكميم الأفواه وخنق الأصوات المطالبة بالتغيير بات أمرا معهودا في العراق اليوم الذي تسيطر عليه أحزاب وميليشيات لا هم لها سوى ترسيخ نفوذها والحفاظ على مصالح الذين جاءوا بها وما حصل مع أستاذ الكيمياء في جامعة البصرة الدكتور أحمد يحيى يمثل عينة لوحشية هؤلاء حيث تعرض لكسر في الجمجمة وتشوهات في الوجه والرقبة بعد أن هاجمه مسلحون في شارع الطويسة وسط مدينة البصرة دائما إذا أي شيء سلبي يخص الانتخابات أو يخص الوضع العام ننتقد ما عندنا غير سلاح فقط الكلمة بس يبدو أن بعض الجهات لم يعجبها طريقتنا في النقد فحاولوا هذا الاستهداف الجديد والاعتداء ودفع الله ما كان أعظم يعني لو لا أنه تدخل المواطنين ومنعوهم كانت الحالة تكون أسوأ من هذا الشيء الدكتور أحمد يحيى الذي يعد من المدونين المهمين وشخصية تحظى باحترام وتأثير في الوسط الأكاديمي البصري وكانت له مشاركات فاعلة في ثوات تشرين أكد أن المعتدين يمثلون جهة ميليشياوية وأن الاستهداف يندرج ضمن الصراع الانتخابي الذي يدفع ثمنه المواطن العراقي لا سيما الناشطين عندي شك يقين كوني أمتلك تسجيلات صوتية أرسلوها لبعض الخيرين لاجتماع حصل مكون من ثلاث شخصيات ميليشياوية أو عصابات وأحد الخيرين جالس معهم وسجل كلامهم وكان كلامهم كل تهديد بالقتل والتصفية ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الأصوات الحرة للاعتداء سواء كانت شخصيات أكاديمية أو صحفية أو حقوقية دون وجود أي رد فعل حكومي للكشف عن مرتكبي هذه الجرائم الذين يمثلون بحسب مراقبين جزءا من السلطة لحد الآن نحن لا نعرف الجهة المجهولة التي اعتدت على الدكتور هم عبارة عن شخصين مجهولية الهوية في شارع الطويسة قاموا بضرب ضرب مبرح وتهديدة نلاحظ عندما يتكلم الأكاديميون يتم استهدافهم لربما ترتم عن طريق التهديد والوعيد ولربما تصل إلى حد التصفيات الجسدية كل هذه الأمور تدلل أن هناك انفلات أمني بشكل عام غير مسيطر عليه خصوصا مع قضية الوعود التي جاءت من قبل الحكومة الأخيرة الحكومة الإصلاحية لكن للأسف ما نلاحظه على أرض الواقع كل هذا الكلام مجرد حبر على ورق بالتالي قضية محاولة التصفي للدكتور دكتور أحمد يحيى إنما هي محاولة لترهيب كل الأصوات الناطقة في محاة البصرة عصابات لا تعرف سوى العنف لغة للحصول على مآربها باتت تتحكم اليوم بمقدرات البلاد وتريد أن تحكم قبضتها عبر ذات الطريقة تحت سيطار التنافس الانتخابي الذي انكشف زيفه وظهر بطلانه